لكن انا من جيت منتدى بلاد النهرين المكسب اللي حصلته انه تعرفت على كثير من شيء كان مزيج من الورود يقولون انه مثلا انت ما محمد لهذا المنتدى لاجل مثلا ماديات لاجل راتب لا لا هو بالمناسبة يعني هو حتى الاجر اللي كانوا ينطونا هذا كانوا ينطونا هدية جور نقل وكذا وشيء مراتب لا اخو اكيد راتب شهري بس هو كانوا انه انت كل شهر تجي تقرأ مهرجان الغاية من منتدى بلاد النهرين شيء وهذا الشيء نجح حقيقة واحنا بعاصة الان هذا الشيء هو توادد وتواصل الشعراء التواصل المستمر صح حتى وان كان في راتب يعني تحياتنا الاستاذ عباس عبد الحسن عباس تحية اللي كانت رأس هذا الحقيقة هو يتعبي كل شيء هو يتعبي لان تعرف كل ربعنا الشعراء العراقيين موجودين اغلبهم كانوا موجودين بي وتعرف اليوم الوسط الشعري الرادة شوي خلق صح فاستاذ عباس حقيقة يعني بالفضل تعبي شوي لكن طلع ناتج المعرفة والخليطة اللي ببيناتنا ابو جاسم انت تمتاز بالمهرجانات تحس انه المهرجان افضل اليك من باقي مثلا البرامج يعني تحس انه تاخذ راعتك بالفضل يعني اشوف روحي بالمهرجان بالمهرجان ابو استاذ اثير طيب تتحذر من منه بالمهرجان محمد بصراحة من يقرأ وياك يعني ما اعتقد ها ما اعتقد هذا الشي عندي ما اجيت المهرجان وتحذرت من شخص مثلا انه هو يقرأ يعني يوم اي شخص اسم اثر عليك يعني مهرجان شاركت وحسيت انه اخذ منك الجو اكيف اكيف ماكو اه لا اكيف لا لا مو ماكو لا 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 ارتاح اشوفكم منافسة موجودة اه يعني ان تعيش من داخل حقيقة يعني الشايم اذن اقول ان اذن السوحة الشعرية يعني موجودة الحمد لله محمد الهنان المهرجان يعتمد على الشاعر على القاءة لو على قصيدته اه واحدة مكملة للثانية الكارزمة مطلوبة الشخصية مطلوبة اللغة مطلوبة التجسد بالقصيدة مطلوب روح القصيدة لازم يكون بواجهك مطلوب يعني القصيدة تمثيل انت قاعد تمسرح قصيدة يعني طيب كل هالمطلوبات ذنك كل هالمين جمعا يخلقنا الابداع